قلبي مدينة الجزائر بالقصبة السفلة يقع أقدم المقاهي ورمز من رموز القصبة العتيقة مقهى مالاكوف تأسس المقهى منذ أكثر من قرن من الزمن واتخذت تسميته من المعماري الفرنسي مالاكوف السلام عليكم ورحبا بكم عندنا في مالاكوف هذه القهوة كانت على الحجم ريزق ومعشارها الحجم محمد ومعشارها باب الله يرحمه وانا لأنني فيها خوتي أعطيها لنخدم فيها بداية بالحجم ريزق والحاج محمد العنقى ملاك المقهى قديما المقهى أنذاك كان ناديا فنيا أين كان شاهدا على ميلاد الأغنية الشعبية واحتضان أكبر المشيخ كل شيء هنا يحل القدم صور ترويق قصص الفنانين مروا من هنا هذه قهوة تحرمتنا الله يبارك معروفة بالتقافة ومعروفة بالفنانين وهذه القهوة جاء في قادي قهوة مالاكوف معروفة مع أحد من سعود الله يرحمه وليدوب وبكر هذا ناشاك جدي هنا يجوا الفنانين يديروا ملتاقة هنا يتلقاوا يديروا لنا حفالات وماشاء الله وقهوة معروفة بالتقافة تحرم بالفنانين بحجم الحمد العنقى بقروابي بكم الرزاهي ونحن من الثمانين كل ما كتر وهذه القهوة هي معروفة معروفة قادي قهوة مالاكوف هذه معروفة مزمع هنا يتربينا هنا نجو نشربون نجو نقعدون هنا نتلاقى ونبيعون ونشروا هنا نتفهموا هنا؟ هنا هنا نجلسة صلح هنا نريحوا ويجون نسكبر الله يبارك يقعدون يفهمون الله يبارك الله ينعم تم إعادة الروح للمقهى من طرف ملاكه من خلال إحياء وتنظيم حفلات شعبية أسبوعية صحيحة المخلقات وطنية 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 وهنا أقوم بشأننا أبو بكر ولو ناشط الحالة وعندوا إقبال كبير للزوار يحبون إولا يستقعوا يجون كامل التوراب الوطني ومن قارج مم الغربة يجون تانيتم مقاعر لبلدان يجون يجب رغم رياح العصرانة إلا أن ملاكوف بقي محافظا على أصانته وتحول إلى قبلة للسياح وزائرية القصبة